في السياسة ناس كتير جداً من اللي بتهتم بالشأن السياسي أو اللي مش مهتمين بالشأن السياسي ولكن على اطلاع وده فرق يعني فيه حد بيبقى مهتم بالشأن السياسي وبيبقى فاعل فيه ودول عادةً بيبقوا أقلية بالمقارنة بالمجتمع كله العدد بتاع المجتمع يعني لو افترضنا نحن بنتكلم ان احنا عددنا 105 مليون مواطن عناي يا يونس الله العظيم عمر يمرفوض لك طلب يا يونس 7 نحن 105 مليون مواطن فلما هتلاقي ناس بتهتم بالشأن السياسي دول لو كانوا مليون يبقى ميد فل و14 وده النسبة العادية اللي في الدنيا الواحد في المية اللي هم مهتمين يتابعوا مستعدين يبقوا أطراف فاعلة ويروحوا عضويات الأحزاب ويبقوا جزء من العملية الانتخابية مش كمصوتين ولكن كمرشحين ناس مهتمة يعني أما اللي على الاطلاع فبتبقى نسبة أكبر من كده بكتير بالتأكيد بالتأكيد مش كل الناس بتؤيد نفس ذات المرشح إذا كان المرشح هو سيد عبدالتالحسيز إذا كان المرشح هو سيد فريد زهران إذا كان هو سيد حزم عمر إذا كان هو سيد عبدالصند يا مامة في النهاية كل واحد ومزاجه هتجي تقول لي يوسف ما بص اللي انت خبطت عم عروف ومش ما فيه فرق ما بين إن احنا كلنا يبقى فيه عندنا شبه يقين بلاش كلنا بعضنا أغلبنا نصنا سميها زي ما تسميها بإنه أنا فيه عندي مرشح في الغالب هيكسب هيكسب وفيه فرق ما بين إنه الناس تبقى شايفة إن المناخ العام سياسياً اتغير المناخ اتغير في إبريل عشرين اتنين وعشرين بالكلية هل دي كانت بداية التغيير لا هقولك إنه التغيير كان بدأ من قبله ولكن فيه ملامح بتبقى رئيسية طبش معنى إبريل عشرين اتنين وعشرين عشان الدعوة لإطلاق الحوار الوطني الحوار الوطني ناس الأول استقبلته بحذر بتوجس بيشوفه يا طرد جد والله ظهر يعني حوار وطني ما بين كل الآراء كل الايدولوجيات كل القوى السياسية طيب ده التزامن إنه طالع بالتوازي مع إعادة تفعيل اللجنة المتعلقة بالعفو الرئاسي الله طب اللجنة بتاعت العفو الرئاسي دي بتشتغل على الناس اللي هم موجودين على حاجات متعلقة باختلافات سياسية وقضايا رأيه وما إلى ذلك وهنفرزهم إزاي وهنعمل معايير إزاي وهي طلع أكتر من 1800 واحد أكتر من مش 1800 أكتر من 1800 لحد ما أنا بكلمك دلوقتي في سنة ونص تقريباً هو الله وحوار وطني الكل جلس فيه على المائدة أو على طاولة المناقشة والتفاوض والاتفاق والاختلاف آه آه أنا عارف إن فيه ناس كانت بتحلف 30 يمين إن عمر ما فلان وعلان وترتان هيطلعوا ففوجئوا بإن فلان وعلان وترتان والثلاثة صحابي بس أنا مش هقول أسماء طلعوا ده موجودين في البيت لا مش موجودين في البيت يا فندم موجودين في أشغالهم ده واحد آه وخلاص بقى كده يعني يسيبوا السياسة لا يا فندم ما سابوش السياسة ومشاركين في الحوار الوطني ومشاركين بأطروحتهم في الحوار الوطني ومشاركين بتكتلاتهم في الحوار الوطني ومشاركين برؤاهم في الحوار الوطني وانا بتكلم على 3 قيادات شبابية لو صح التعبير طبعا احنا كلنا عجزنا يعني بس يعني كلنا تخطينا الثلاثة واربعين والأربعة واربعين والخمسة واربعين يعني كويس؟ طيب فانا هنا بكلمك على ايه؟ على انه اصبح الشارع السياسي المصري عنده يقين انه فيه تغييرات حقيقية على مستوى تناول السياسة والأفكار والاختلافات في الرؤى والاختلافات في الرأي وهكذا وشافوا هذه الفاعلية بتتطور يوم ورا يوم مش بس جوه الحوار الوطني الذي بدأ الاول بالحذر والترقب والخيفة والتوجس وصولا الى انه مفيش كلام من ده ما احنا بنقدر نقول اللي احنا عايزينه كله مهما كان مهما كان ما بقاش في حاجة عادي وبنتكلم وبنتناقش وبنترح وبنتفق وبنختلف كتير تمام؟ طيب ثم قال له اكتب من 1800 ايوة ومعارضة بالمناسبة يا موعة يعني اللي خرجوا كلهم طبعا معارضة ومن اللي خرجوا مولاة مش هنضيه احنا هنطلع فاصل حالا ولكن اللي عايز اقولهولك ده اللي الناس شافته ده اللي الناس شافته الناس لما حصلت اللي حصل في غزة في طفان الأقصى في 7 اكتوبر الماضي البعض قال لك اه يا طارى بقى مصر هتعمل ايه يا طارى الرئيس هيعمل ايه اكيد بقى يعني مش هيدخلوا اكيد هيبتعدوا انها اصلا مش نقصين اصلا الوضع الاقتصادي اصلا هنتبع سياسات النقي بالنفس فوجدوا ان الدولة الاكثر فاعلية والاكثر ثباتا على موقفها بل والدولة اللي قادت الرأي العام العربي كله رأي عام واللي قادت الإرادات السياسية العربية وخلقت التوافقات العربية العربية وما كانش عندنا توافقات حقيقة بل الدولة اللي غيرت وجهات النظر جوه الاتحاد الأوروبي ووصولا حتى للبيت الأبيض في واشنطن مصر علشان كده الناس نازل على الانتخابات الناس شايفة ان في تغيير حقيقي في سياسة